خليك يعني الكلمة دي ممكن تسمعها كويس بيضغطوا على دول لها علاقات متميزة مع الصين يقول لك حقوق هو ما عندوش حاجة ثانية فيقول لك حقوق الانسان هو مش عايزة تعمل علاقة مع الصين لاقتصادية ولا تجارية ولا عسكرية ولا حتى تكلم مع الصين ولا حتى الصحية ولا تاخد منهم حتى لقاحات فأي حد أي دولة لها علاقات مع الصين أمريكا عايزة تقويض هذه العلاقات من غير ما تسمي دول يعني الأمر مفهوم فلازم تبقوا عارفين تستخدم ملفات بتاعتها عشان تضغط على الدول لمجال آخر سيب الحتة دي وإحنا منش نتكلم اضغط في الملف ده وإحنا بس مش عايزة تبقى ليك علاقة تجارية أنت تبع حزام الطريق لا لا تتعاونش مع الصين في هذا المجال أبدا عايز أقول لكم الدول العربية بالكامل بالكامل مصر السعودية الإمارات هتحدث ضغوط كل دولة دخلة وغيرهم 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 لها علاقات مع الصين أو تبادل تجاري مع الصين أو أي شيء مع الصين أو هتدخل في الحزام الطريق مع الصين والأردن طبعا دخلة كله هتعرض لضغوط أمريكية وأمريكا تستخدم لديها من أوراق وأنا بقول لك مش يعني مسر عشان ما حد نشوها بس بقول لك اللي جاي عشان لما يحصل تبع عارف السبب إيه تبع عارف السبب إيه ما هو لسه حصل من يومين هما بيمهدوا لأي حاجات أخرى الهدف النهاردة بقول لك أمريكا عايزة تحاصل الصين وتبقى الصين لوحدها عايزة تعمل ده وعايزة تفشل هو موضوع أفاغنستان كان موضوع زي ما لا 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 كان موضوع مترتب بالمناسبة أنا قلت الكلام ده يومها ما بقوليش النهاردة قلت يومها الموضوع هدف الصين فاللي بنقوله من شهر النهاردة اللي بيحصل على الأرض بيقولك الحقيقة أنه اللي حصل في أفاغنستان كان بترتيب مسبق حصار الصين ضرب الحزام طريقة الحرير ضربه بالكامل في هذه المنطقة اللي بيتم بقى دلوقتي والترتيبات الباكستان أفاغنستان أمريكا مين هيقعد مع طالبان